ومن ساحة الشهداء في بيروت تنضم إلينا ليلى خليل مرسلة الغد ليلى ما الذي أدى إلى تحول أحياء الذكرى السنوية الأولى لحركة 17 من أكتوبر الذي كان مفترض أنها سلمية أو مظاهرة سلمية أدى إلى أنها تتحول إلى عنف واشتباكات ما الذي تسبب في ذلك؟ الغضب لدى الشارع اللبناني الغضب من وصول أحوالهم إلى ما هي عليه اليوم بعد سنة واحدة من التظاهرات التي بدأت بشكل سلمي وتخلى لها الكثير من الاشتباكات والمواجهات مؤخرا بين القوى الأمنية هذا السيناريو الذي شهدناه اليوم ليس بجديد في الأوينة الأخيرة كل التظاهرات التي عاد ونزل ودع إليها الحراك والنشطون والمتظاهرون تبدأ بشكل سلمي وتنتهي بشكل مواجهات في هذا الشارع شارع بلدية بيروت حيث يقوم المتظاهرون بمحاولات الدخول من شارع البلدية باتجاه ساحة النجمي حيث مقر البرلمان وتحصل المواجهات بينهم وبين القوى الأمنية من خلال رشق الحجارة على القوى الأمنية والمفرقعات والتي ترد من خلال القاء قنابل غاز المسيل للدموع ولكن المختلف الآن والمختلف الذي حصل اليوم هو أن القوى الأمنية حسمت بشكل سريع جدا دقائق معدودة أخلت فيه الشارع ودفعت أيضا المتظاهرين إلى خارج ساحة الشهداء وانتهت التظاهرة مظاهرة اليوم كما بات معروفا وكما قالت الزميلة كلودي في التقرير هي كانت تحت عنوان المواجهة مستمرة في ذكرى 17 أكتوبر انتفاضة أو ثورة 17 أكتوبر كما يحلو لي الحراك تسميتها كان هناك مسيرة جابت شوارع العاصمة كانت سلمية المطالبات هي معروفة مطالب الشارع اللبناني اليوم حكومة مستقلة، إصلاحات، استعادة الأموال المنهوبة، انتخابات نيابية مبكرة حتى هذه الساعة لا يزال الشارع يطالب بهذه المطالب ولكن لا استجابة من الطبقة السياسية الآن الأجواء هادئة جدا في شوارع العاصمة بيروت كما قلت القوى الأمنية حسمت المواجهات بشكل سريع وفتحت عادة الحياة نستطيع أن نقول إلى طبيعتها وفتحت أمام السيارات حركة المرور نعم ليلى خليل مرسلة الغد كنت معنا من بيروت شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر